نعم استمرار البحث عن عالقين أحياء وإن كان قلة لا يزال هو الموضوع الرئيسي هنا في هاتاي صحيح أنه تم إنقاذ شخصين إلى حدود الساعة خلال 24 ساعة الأخيرة لكن هذا لا يعني أن الأمال تظل قايمة بدأ المنحنة يتجه إلى أننا قد نبدأ في ملاحظة استخراج الجثث المسألة لم تتجه فرق الإنقاذ إلى استخراج الجثث والتركيز على الموتى تركيز على إنقاذ الأحياء لكن الركام هنا في هاتاي كبير جدا والعمارات المدمرة كبيرة جدا مثلا هذه العمارة خلفي لم يبدأ فيها العمل وعندما تلاحظها بشكل دقيق تلاحظ أن هذه العمارة المدمرة إذا ما كان فيها أحد منذ فجر الاثنين ما قبل الماضي لا أظن أنه سيظل على قيد الحياة في ظل هذا الحجم من الركام هذه العمارة لم يبدأ فيها التحقيق ومثلها كثير ليس تجاهلا وإنما بسبب الدمار الكبير كما وصفه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عدما قال أنها كارثة العصر وبالتالي فرق الإنقاذ هذه عمارة تراها خلفك أنها جبل ومنها المئات فبالتالي فرق الإنقاذ تحاول الاستمرار بالتدريج تأتي من هذا الاتجاه وتأتي من الاتجاه الآخر كذلك وبالتالي من الصعب جدا أن يتم البحث في كل هذه الأنقاذ خلال هذا الأسبوع المقبل على ما أرى كذلك الاهتزازات الارتدادية لا تزال مستمرة هذا الصباح حسسنا بهزة الباريح حسسنا بهزة أخرى لكن كأننا تعودنا وكأننا أصبحنا لدينا أدوبتيشن يعني أننا تعقلمنا مع هذا الواقع المزري والمأساوي الجتثة التي كانت تخيفنا في اليوم الأول وهي في أكياس بات الأمر بالنسبة لنا كأننا نرى بشكل اعتيادي وبالتالي هناك الواقع الآن مؤسف مزري الناس الذين غاضروا الولاية هاتاي لاحظنا البعض منهم بدأ يعود من أجل أن يأخذ سيارتها أو يأخذ أغراضها بدأت السيارات تخرج من هذه المدينة أن نتحدث عن السيارات التي سلمت منها الزلزال كان هناك تخوفات من أن السدود قد تأثرت بالزلزال وأنها تؤثر على هذه المنطقة وزير البيئة كذب ذلك وقال أن أكثر من 110 من السدود هي في مأمن وأنها لم تتأثر وبالتالي على الأقل كذب هذه الشائعات لابد أن نشير أن مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الزلزال تركيا العديد منها ينشر الشائعة الكاذبة بحتا عن الإطارة والترويج ترجمة نانسي قنقر